هننتقل بالل مهم جدا وخلينا نتكلم شوية عن الأهلي ونبدأ كلامنا بما أنت وكلنا شايفين ما زلنا أننا في فترة التوقف وليسا أمامنا تقريبا نشعل من شهر على انطلاق كمان مسابق الدوري فخلونا نشوف كده ونرتب مع كل حضراتكو إحنا داخلين على إيه؟ إحنا داخلين كمان على كام بطولة الموسم اللي جايوا محتاجين إيه كمان عشان نحافز على المكتسبات العظيمة اللي حصلت يعني أول الموسم خلونا نقول أن الموسم الماضي ستبقى أول بطولة عفوا أول بطولة ستلعبها إن شاء الله ستبقى بطولة أعتقد سيكون احتبال كبير السوبر الأفريقي يا كريم والاحتبال كمان يكون الشهر الجاري ستكون أمام اتحاد العاصمة الجزاري دي أول حاجة طبعا هو بطل الكونفيدرالية وبطولة السوبر الأفريقي برضو قبل ما انتقل منها يعني هي لها أمية كبيرة جدا عند جمهور الأهلي زي ما احنا عارفين أن آخر بطولة كمان سوبر أخدناها كانت على حساب الرجاء المغربي وكانت عشرين وواحد وعشرين فأفتكر أن بداية الموسم بتحيي كمان لقب مهم زي ده هيفرق بشكل كبير جدا قبل انطلاقة الفريق فده رقم واحد طيب رقم اثنين أو تاني بطولة هندخل فيها هي كاس السوبر واللي هتكون فيه برضو العام إن شاء الله الحالي وحتتلعب للمرة الأولى بنظامها الجزيد اللي عرضنا أنا وكريم طبعا على حضراتكم تقريبا من أسبوعين ولما ربطت الأندية قررت أنها تكون من أربع أندية هما البطل الدوري إلى طبعا النادي الأهلي ووصيف الدوري نادي بيرميدز وبطل كاس الربطة نادي سيراميكا خليوباترا وبطل كاس مصر اللي لسه ما تحددش هيكون يعني ما بين طبعا الأهلي وبيرميدز وعندك الزمالك وإن بي يعني ورد جدا نشوف فريق رابع كمان في المسابقة وكيد يعني الجاز الفني واللعبين عندهم رغبة في فكرة الفوز كمان بأول نسخة لكل أو الكاس السوبر اللي حيتلعب في دولة الإمارات إن شاء الله يعني في الفترة المقبلة وأنا بشوف الأول في الآخر الكريم برضو ما نقدرش نحكم على التجربة حتبق ناجحة لا أحنشوف بس ده النظام الجديد اللي حيبدأ إن شاء الله قريبا يعني طبعا ومش دي بس البطولات اللي حيشارك وينافس فيها النادي الأهلي بدراء والبطولة الثالثة اللي حينافس فيها الأهلي طبعا هي تعتبر من وجه نظر كتير جدا من جمهور النادي الأهلي بصفة خاصة هي البطولة الأهم على الإطلاق بعيدا بقى عن البطولات الدولية والقرية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي أنا بكلمكم طبعا عن بطولة الدوري اللي تهم الجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وبطولة الدوري العام اللي احنا حاملين لقبها الموسم الأخير طبعا بالجدارة واللي إن شاء الله المفترض إن هي هتبتلي غالبا على الشهر اللي جاي وحتستمر تقريبا لشهر يوليو من عام عشرين أربعة وعشرين الموسم اللي جاي حيكون فيه تحديات كتيرة في مسابقة الدوري لأسباب مختلفة أهمها على الإطلاق فكرة إن أنت عندك أكتر من فريق عامل تدعمات جيدة جدا وقوية جدا في المركاتو الحالي ووضح طبعا إنه حيكون موسم للتاريخ عندنا كمان في العام الحالي عشرين تلاتة وعشرين أول نسخة من دوري السوبر الإفريقي ودي واحدة من البطولات المستحدثة اللي حيشارك فيها النادي الأهلي طبعا بصفة بطل القارة واحد من أهم وأكبر وأعرق أندية إفريقيا طبعا الكاف قرر إقامة النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي بمشاركة ثمن أندية بطبيعة الحال من أبرزهم الأهلي وسانداونز والترجي والوداد وبالتأكيد هي بطولة قوية جدا يعني أخدت من بداية الإعلان عنها يعني صدى كبير جدا في الإعلام البطولة اللي بعد كده أو البطولة الخمسة هي كاس مصر التي يعني ما زالت فعلياتها لم تحسن بعد وإن شاء الله طبعا يعني حنتكمل فيه الموسم اللي جاي واللي احنا حاملين لقبه الأخير بالمناسبة وكمان وصلنا زي ما حضر لكم أكيد متابعين لدور نصف النهائي من هذه البطولة وحنلعب أمتي في حالة الفوز حنلعب مع المتأهل من الزمالك وبيرامدز وطبعا يهمنا جدا الفوز بالبطولة دي تغير أننا يعني حندخل كمان منافسات كاس مصر للموسم الجديد البطولة السادسة يعني هي يعني برضو من وجهة نظر ناس كتير من أهم وأقوى البطولات في إفريقيا وهي دوري أبطال إفريقيا وطبعا لا صوت يعلو إفريقيا فوق صوت النادي لأهل حامل لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة على حساب الوداد لو حضرتكم طبعا فاكرين للمرة الحداشر في سيناريو دراما تيكي ما بيحصلش غير في أفلام هوليوود يعني ما يتنسيش الموتش ده الحقيقة الأهلي عنده يعني باختصار شديد تحديات كبيرة جدا ومهمة جدا بتتمثل في الحفاظ على لقبه يعني الغالي وأكيد أبرز منافسي في هذه البطولة معروفين سانداونز والترجي والوداد والجيش الملكي المغربي طبعا وهو الوافد الجديد في هذه البطولة وكمان أكيد النجم الساحلي اللي فاز بلقب الدوري التونسي بس عشان نكون كملنا كل البطولات برضو خلييني أتكلم عن البطولة السبعة هي كاسر ربطة المصرية واللي سابق للنادي الأهلي برضو الاعتذار عن المشاركة فيها كانت النسخة الأخيرة وده نظرا طبعا لارتباطات كتيرة للفري لكن هتفضل برضو واحدة أو هتفضل في أجندة النادي الموسم اللي جاي وفكرة بقى مسألة المشاركة فيها مطروحة طبعا للمناشئة بين حتكون إدارة النادي والجهاز الفني وسط برضو خلييني نقول التحديات يعني الموجودة الكتيرة جدا للبطولة الموجودة طيب إيه بعد كده عندك البطولة الأخيرة واللي هي التمنى اللي سيشارك فيها النادي الأهلي هي كاس العالم طبعا للأندية واللي دلوقتي تقدر تقول إن احنا أصبحنا يعني في الفترة كمان الأخيرة ضيف دائم فيها أتمنى منبقاش ضيف دائم بنفس الترتيب برضو أو بنفس المراكز أتمنى يكون فيه فارق بإذن الله أن احنا أفضل بكتير يعني كل ما أنت بيبقى عندك تطوير في المستوى في الأداء في الإدارة الفنية في اللعيبة في الصفقات كل ده ممكن يفرق بشكل كبير ومش ممكن هو مفروض يفرق بشكل كبير بعد كده في النتائج فده كله زي ما بيتقال كده رعب عبقى حابيني أقول لحضراتكم يعني دلوقتي إيه البطولات المنتظرانة وإيه التحديات المنتظرانة في الموسم اللي جاي وأهميت كمان الحفاظ على الألقاب المحلية والقرية اللي حقناها لموسم يعني فات كان ولا أروع زي ما بيتقالوا موسم فعلا استثنائي مش بس عشان عدد البطولات اللي أنت فست فيها عشان أنت اتطورت في كل حاجة فكل دي بتحسب كل دي حاجات بتحسب طبعا في تاريخ النادي الأهلي وفي رصيد النادي الأهلي ككل كمنظومة